بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه يسعدني طلابي وطالباتي استكمال شروحات مادة الرياضيات للصف الثالث متوسط للفصل الدراسي الثالث اليوم سنقوم بالعمل داخل معمل الجبر حتى نقوم بالتعرف على العلاقة بين بعض النسب المثلثية والزوايا الموجودة بداخل الزاوية القائمة لكن قبل ذلك لنقوم بحل تمارين الواجب من درس الحصة السابقة الخاص بالمثلثات المتشابهة وإيجاد القياسات المجهولة في هذا السؤال من فقرة تأكد سؤال سبعة ترغب مريم في إيجاد ارتفاع شجرة في حديقتها ظل هذه الشجرة متران وخمسة وستين سانتي متر إذا كان طول مريم متر وخمسين سانتي متر وطول ظلها في تلك اللحظة خمسة وسبعين سانتي متر ما هو ارتفاع هذه الشجرة؟ إذن المعلومات الآن المتاحة لدينا نريد معرفة متران وخمسة وستين سانتي متر هذا بالنسبة للظل طول مريم متر وخمسين سانتي متر ظلها يساوي خمسة وسبعين سانتي متر المطلوب لدينا ارتفاع الشجرة لنضع المعطيات على الرسم الآن مريم طولها متر ونص ظلها يساوي خمسة وسبعين من مئة ارتفاع الشجرة هو المطلوب وظل هذه الشجرة يساوي ثنين وخمسة وستين من مئة نبدأ بكتابة العلاقة بينهم ثم نبحث عن ما هو مجهول لنبدأ بحساب الأطوال الفعلية لارتفاع الشجرة على طول مريم ونساويها بظل الشجرة على ظل طول ظل مريم نبدأ التعويض دائما نوحد العلاقة بين المعطيات حتى نستطيع الحصول على الإجابة بشكل صحيح ارتفاع الشجرة لا نعلم ما قيمته إذن سين على واحد ونص يساوي ظل الشجرة ثنين وخمسة وستين من مئة على ظل مريم خمسة وسبعين من مئة إذن أصبح الآن بيننا تناسب يوجد لدي قيمة واحدة فقط هي المجهولة قيمة سين إذن نستخدم ضرب الطرفين بالوسطين لإيجاد قيمة سين إذن سين تساوي دائما القيمة التي نجري عملية الضرب مع المجهول نجعلها في المقام إذن واحد ونص ضرب خمسة وستين من مئة قسمة خمسة وسبعين من مئة دائما العدد الذي نقوم بإجراء عملية الضرب مع المجهول هو من نضعه في المقام نقوم بإجراء عملياتنا الحسابية وننتبه للفواصل العشرية سنحصل على أن قيمة سين تساوي خمسة وثلاثة من عشرة متر إذن ارتفاع الشجرة يساوي خمسة متر وثلاثة من عشرة إذن استطعنا حساب القياسات بطريقة غير مباشرة عن طريق العلاقة بين المعطيات لدينا إذن هذا ما يخص المثلثات المتشابهة وطريقة الاستفادة من حساب القياسات غير المباشرة في بداية درسنا لهذا اليوم في معمل الجبر لا ننسى الإشارة إلى رابط الدرس الرقمي للاستزادة والاستفادة سنحاول اليوم استكشاف بعض العلاقات ومحاولة الاستقصاء للحصول على بعض المعلومات الاستقصاء أي عملية بحث مستمر عن المعلومة حتى نصل إلى استنتاج معين لنرى ما هو الاستقصاء الذي سنبحث عنه وما هي النسب المثلثية التي نتحدث عنها هدفنا استقصاء أو البحث عن نسب أطوال أضلاع المثلثات القائمة الزاوية ومحاولة وجود علاقة بينها المثلث نحن سنتحدث الآن عن المثلث واحد وسنحاول إيجاد العلاقة بين أضلاع الثلاث اعتمادا على كون هذا المثلث قائم الزاوية هذا هو المثلث القائم الزاوية لدينا أكثر من نموذج المثلثات القائمة الزاوية بالتأكيد الظلع المقابل للزاوية القائمة هو عبارة عن الوتر دائما هذا الرمز نراه عند الزاوية القائمة والظلع المقابل له يمثلنا دائما الوتر سنرى ما هي العلاقة بين الظلع القائم الأول في كل مثلث منها والظلع القائم الثاني في كل مثلث منها إذن المثلث قائم الزاوية يتكون من ووتر وظلع قائم أول وظلع قائم الثاني وما كنا نطلق عليه الساق سابقا إذن هو الساق أو الظلع القائم إذن سنحاول إيجاد العلاقة بين الأضلاع القائمة والوتر والعلاقة بين الأضلاع القائمة بين بعضها البعض إذن سنحتاج إلى إيجاد أكثر من مثلث وحساب أكثر من قياس حتى نستنتج ما هي العلاقة بينها سنبدأ الآن خطوتنا الأولى لهذا البحث أو لهذا الاستقصاء استعمل مصدرة ورقة مربعات لرسم عدة مثلثات كما قلنا سنقوم بحساب أكثر من مثلث حتى نصل إلى نتيجة ثابتة المثلثات لا بد أن تكون قائمة الزاوية النسبة بين الضلعي الزاوية القائمة هو عبارة عن 5 إلى 8 إذن لا نريد حساب قيمة الوتر لكن أهمها يكون العلاقة بين الضلعين القائمين 5 إلى 8 حيث جيم هي الزاوية القائمة والرأس باء يقابل الساق الأطول والرأس ألف يقابل الساق الأقصر لنرى الآن هذا المثال لدينا الآن هذا المثال وقمنا بتطبيق المعلومات المعطاة على حسب ما هو موجود العلاقة بين الضلعين القائمين هنا 8 وهنا 5 5 الزاوية ألف تقابل الزاوية جيم هي الزاوية القائمة الرأس باء يقابل الساق الأطول هذا باء يقابل الساق الأطول وألف يقابل الساق الأقصر لنقوم الآن برسم مثلث مشابه له اعتمادا على أن المسافة أو العلاقة بين الضلعين القائمين 5 إلى 8 ماذا نستفيد من أو كيف نستفيد من 5 إلى 8 5 على 8 نستطيع إجراء عملية الضرب بـ 2 فيصبح 10 على 16 هذه العلاقة بين الضلعين نستطيع القسمة على 2 فيصبح 2.5 على 4 بالنسبة للضلعين إذن نعتمد على هذه النسبة ثابتة ونحاول إيجاد بقية النسب مكافئة لها مثلا نستطيع أن نرسم هذا المثلث بحيث يكون ضلعيه قمنا بالقسمة على 2 2.5 و4 أو هذا المثلث قمنا بإجراء عملية الضرب بـ 2 فأصبح 16 على 10 أيضا نستطيع إجراء عملية الضرب في 3 فنحصل أيضا على هذا المثلث إذن سنقوم بإيجاد أكثر من مثلث ونحافظ على النسبة المعطاة في بداية هذا النشاط إذن سنقوم بكتابتها على شكل جدول هذا هو الجدول الضلع الأول للمثلث 2.5 و4 5 إلى 8 هذا المثلث الثاني المثلث الثالث 10 و16 العلاقة بين الضلعين أوجدنا أيضا المثلث 15 و24 هذه عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الأضلاع القائمة أيضا أوجدنا مثلثين 20 و32 بإجراء عملية الضرب بـ 4 نلاحظ أن الأساس هو 5 على 8 وقمنا بالتحويل إلى أكثر من قياس هنا أجرينا القسمة على 2 هنا أجرينا الضرب بـ 2 هنا الضرب بـ 3 الضرب بـ 4 حتى نحصل على مثلثات مشابهة لها لها نفس العلاقة لنقوم الآن بترتيب المسميات بالنسبة للضلعباء جيم هنا أيضا الضرب بـ 5 و25 و40 بتطبيق نظرية فيثاغورس الآن لدينا الأضلاع القائمة نستطيع حساب الوتر الوتر كما نعلم باستطبيق نظرية فيثاغورس عبارة عن مجموع مربعي الضلعين القائمين إذن هنا سنقوم بإجراء عملية تربيع وجمع هنا بالنسبة للمثلث الأول 2.5 تربيع زائد 4 تربيع ونحصل على قيمة الوتر فتساوي هنا القائم الأول وهنا القائم الثاني هنا الوتر تصبح قيمة الوتر تساوي 4.7 من 10 نقوم بإعادة تطبيق ذلك بالنسبة للمثلث الثاني المثلث الثاني عبارة عن 5 تربيع زائد 8 تربيع ونحصل على أن الوتر يساوي 9.4 من 10 أيضا نقوم بتطبيق ذلك للمثلث الثالث 10 تربيع زائد 16 تربيع فنحصل على أن الوتر يساوي 18.9 من 10 وبنفس الطريقة سنقوم بحساب الوتر لكل مثلث بهذه الحالة المثلث الرابع يصبح الوتر يساوي 28.3 من 10 المثلث الذي يليه 37.7 من 10 اعتمادا على تطبيقنا لنظرية فيثاغورس الوتر في المثلث الأخير 47.2 من 10 إذن الآن في الجدول الموضح لدينا العمود الأول عبارة عن الضلع القائم الثاني العمود الثاني القائم الأول والوتر هو عبارة عن العمود الثالث لنرى ما هو مطلوب في الخطوة الثالثة احسب النسب وسجلها في العمودين الأوسطين مطلوب حساب النسبة باء جيم على ألف جيم وباء جيم على ألف باء باء جيم هي عبارة عن الضلع القائم الثاني ألف جيم عبارة عن القائم الأول ألف باء هو الوتر أي يريد حساب في النسبة الأولى القائم الثاني على القائم الأول وفي النسبة الثانية يريد حساب القائم الثاني على الوتر إذن سنقوم بإجراء عملياتنا الحسابية هنا بالنسبة للقيمة الأولى القائم الثاني عبارة عن 2.5 قسمة القائم الأول 4 وهنا 2.5 قسمة 4.7 من 10 أيضا هنا لدينا 5 على 8 وهنا 5 على 9.4 من 10 ونقوم بحساب القيم بدقة باستخدام الآلة الحاسبة حتى نستطيع حساب النتائج لكن بنفس الطريقة إذن النسبة الأولى تساوي 63 من 100 والنسبة الثانية لنفس القيمة هي 5 على 8 تساوي 63 بالمئة النسبة الثالثة 63 بالمئة وذلك طبيعي لأنها كانت نسب متناسبة صور متكافئة لنفس النسبة إذن ستصبح 63 من 100 لكل مثلث إذن العلاقة بين القائم الثاني والقائم الأول تساوي 63 من 100 لنرى الآن العلاقة بين القائم الثاني والوتر 2.5 تقسيم 4.7 من 10 عبارة عن 53 من 100 الآن هذا العمود الذي سنتحدث عنه 5 قسمة 9.4 من 10 تساوي 53 من 100 10 قسمة 18.9 من 10 تساوي 53 من 100 وبنفس الطريقة 15 تقسيم 28.3 من 10 53 من 100 نلاحظ بعد إجراء عملية قسمة العمود الأول على العمود الثالث نفس القيمة 53 من 100 إذن نلاحظ أن القيمة ثابتة في هذه المتلثات القائمة نلاحظ أن القائم الثاني على القائم الأول لها نسبة ثابتة كما أن القائم الثاني على الوتر أيضا لها نسبة ثابتة لنرى الآن ما هو المطلوب في الخطوة التالية إذن نلاحظ أن النسب ثابتة على الرغم من اختلاف أطوال أضلاع المثلثات إذن ما هو المطلوب في الخطوة الرابعة استعمل المنقلة لقياس طبعا نستخدم المنقلة دائما لقياس الزوايا استعمل المنقلة لقياس الزاويتين ألف وباء بدقة نقرب الإجابة إلى أقرب درجة ثم نسجل الزوايا في الجدول نريد حساب قياس الزاوية ألف والزاوية باء بالتأكيد الزاوية جيم تساوي 90 درجة إذن نريد حساب قياس الزاويتين ألف وباء باستخدام الفرجار ثم نقوم بتسجيل ذلك في الجدول إذن هذا الجدول وهنا النسبة التي قمنا بإكمالها الآن سنضع قياس الزاوية ألف والزاوية باء الزاوية جيم بالتأكيد اتفقنا منذ بداية دخولنا للمعمل أنها تساوي 90 درجة إذن نبدأ بحساب الزاوية ألف تقريبا 32 درجة أيضا الزاوية ألف في المثلث الثاني 32 درجة نلاحظ أنها بنفس القياس إذن تساوي 32 درجة هذه قياس الزاوية ألف على الرغم من اختلاف أطوال أضلاع المثلثات أما بالنسبة للزاوية باء قمنا بقياسها بالمنقلة أصبحت لدينا 58 هذا ما نقصد بعملية الاستقصاء أن نقوم نحن يدويا بالبحث عن العديد من المعلومات حتى نصل إلى نتيجة ثابتة إذن نلاحظ أنه أثناء قياسنا للزاوية تصبح قياس الزاوية باء تساوي 58 درجة في كل زاوية إذن نلاحظ أن الزاوية قياسها ثابت بالنسبة للزاوية ألف وأيضا بالنسبة للزاوية باء اعتمادا على أن جيم أساسا قياسها يساوي 96 درجة نريد الآن أن نحلل النتائج تفحص قياسات الزاوية في الجدول والنسب بين أطوال الأضلع ماذا تلاحظ؟ نريد وصف ذلك في أكثر من جملة هذا هو الجدول المتاح لدينا الآن نلاحظ أن العلاقة بين الضلع القائم الثاني على القائم الأول ثابتة كما أن العلاقة بين الضلع القائم الثاني على الوتر أيضا قيمة ثابتة إذن نلاحظ أن جميع النسب وقياسات الزوايا في الجدول تكون متساوية لكل المثلثات القائمة النسبة بين ظلعي كل منها هي ثمانية إلى خمسة إذن أوجدنا العلاقة ولاحظنا أنها متساوية ما هي النسبة بين طولي أقصر وأطول ظلع في مثلث قائم الزاوية ومشابه للمثلثات التي رسمتها هنا العلاقة بين طولي أقصر وأطول ظلع قمنا بتحديد أطوال الأضلع ولاحظنا أنها تساوي أطول ظلع هو عبارة عن دائما الوتر أطول ظلع هو عبارة عن الوتر أما أقصر ظلع هنا قمنا باختياره على أساس أنه الظلع القائم الثاني إذن النسبة بينهما تساوي 53 من 100 إذا كانت نسبة طول أقصر ظلع إلى الوتر في مثلث قائم الزاوية هي 53 من 100 كما أوجدناها قبل قليل ما هو قياس الزاوية الحادة الكبرى في المثلث القائم الزاوية لاحظنا أن هناك علاقة بين هذه النسبة وقياس الزاوية الزاوية هنا نلاحظ أنها تساوي 58 درجة إذن توجد علاقة بين النسبة بين أطول أقصر ظلع إلى الوتر وقياس هذه الزاوية إذن هناك نسب موجودة داخل أضلاع المثلث القائم الزاوية لها علاقة بإيجاد قياسات الزاوية أي أحياناً نستطيع إيجاد قياس زاوية باستخدام النسب المثلثية إذن هذه عبارة عن العلاقة بين أطول أضلاع المثلث قائم الزاوية والعلاقة بين النسب الموجودة بداخلها إذن نلاحظ أنه في المثلثات قائمة الزاوية هناك نسب مثلثية نستطيع من خلالها معرفة قياسات الزاوية وهذا ما سنتحدث عنه في الحصة القادمة فهمنا ما هي النسب المثلثية التي نتحدث عنها كيف سنتعامل مع قياسات أضلاع المثلث قائم الزاوية وكيف يمكن إيجاد قياس أحد الزاوية اعتماداً على وجود علاقة بين ظلعين مختلفين مع الوتر إذن بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم جميعاً ونتطلع إلى معرفة هذه النسب المثلثية في الحصة القادمة أتطلع بكل شوق للقائكم في الحصة القادمة